احد تداعيات الازمة القطرية التي تعصف بمنطقة الخليج هو اصدار السعودية والامارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا وضعت فيه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي على قائمة ارهاب ضمت 59 شخصا غير ان هذا الاتحاد يضم شخصيات خليجية معروفة من بينها السعوديان سلمان العودة وخالد العجمي بالاضافة الى عبداللطيف محمود رئيس ما يسمى بتجمع الوحدة الوطنية في البحرين هذه العضوية اثارت غضب بعض وسائل الاعلام السعودية التي طالبتهم بالاستقال من الاتحاد الذين ظهروا هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني جماعة داعش يعني الدولة الاسلامية مفارقة تثير الاستغراب ان تضع سلطات البحرين رئيس مؤسسة على قائمة الارهاب وتستثني اعضاءها بالرغم من استمرارهم بعضويتهم فيها لكن هذا العجب سرعان ما يزول لان ما يشفع لعبداللطيف المحمود وجماعتين الاصلاح والمنبر الاسلامي المرتبطتان بتنظيم الاخوان اللي بتعتبره البحرين ارهابيا هو وقوفهم بوجه الثورة البحرانية التي انطلقت في العام الفين واحد عشر وولاؤهم المطلق لنظام عائلة آل خليفة الدكتاتوري الفاسد فجماعة الاصلاح التي تأسست في البحرين عام الف وتسعمائة وواحد واربعين كان نشاطها منصبا على العمل الدعوتي والخيري وحتى تأسيس جمعية المنبر الوطن الاسلامي كذراع سياسي للاصلاح عام الفين لتشارك فيما بعد في الانتخابات البرلمانية وتحصل على وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية وتتحول إلى بوق لآل الخليفة وهكذا تتضح ازدواجية آل الخليفة وانتقائيتهم في تصنيف الجماعات الارهابية عبداللطيف المحمود الموالي لهم ليس إرهابيا بنظرهم بالرغم من أن رئيسه القرضاوي يعتبره آل خليفة إرهابيا وأما كل بحراني يطالب بحقوقه المشروعة فهو إرهابي لأن المقياس الفاصل هو الولاء لآل خليفة وآل سعود الذين أسسوا الإرهاب لكنهم يدعون اليوم كذبا وزورا محاربته اشتركوا في القناة